السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب أهلا بكم في المحاضرة العشرة من محاضرات كورس المحاسبة المالية إن شاء الله بداية تم المحاضرة العشرة هنتكلم عن الأصول السابتة أو الفيكسد أسيتس إحنا كده الحمد لله خلصنا الأصول المتدولة أو اللي اسمها بالإنجليش كارونت أسيتس وامتحن عليها والدرجات إلى حد ما مقبولة إن شاء الله النهاردة هنغطي الفيكسد أسيتس هنغطيها على محاضرتين محاضرة النهاردة هنتكلم عن الـ Tangible Asset ou الأصول المنموسة المحاضرة اللي بعدها هنتكلم عن الـ Intangible Asset ou الأصول الغير ملموسة طيب في محاضرة النهاردة هنتكلم عن الـ Tangible Asset اللي هي نوع من أنواع الفيكسد أسيتس هنتكلم عنها من أول ما بنيشتريها لحد ما بيعها كل إيه يعني كل حاجة فيها إن شاء الله طيب نبدأ عشان ما نطورش لحضرات الفيكسد أسيتس زي ما اتفقنا مقسومة النوعين نوع اسمه Tangible Assets ونوع اسمه Intangible Assets Intangible Assets ده اسمه Property Plant and Equipment بيسموه كده تلاقيه معروض في الميزانية مكتوب Property Plant and Equipment يعني ايه Property Plant and Equipment Property جايه من ملكية اي شيء انت بتمتلبه Plant يعني الارض والمباني الاراضي والمباني Equipment يعني المعدات يبقى اي شيء انا بمتلكه زي اراضي ومباني ومعدات بطلق عليهم ايه Fixed Assets بيعتبروا ك Fixed Assets عندي في القوائم المالية او في البلانشيت عشان كده انا بدأ بقولك البي بي اي او Property Plant and Equipment هم عبارة عن ايه هو عبارة عن Company Fixed Assets قال لكم Classification for the Balance Sheet Of a Company Fixed Assets يعني بيظهروا في Fixed Assets بتاعت ايه الشركة دي طب زي ايه زي المباني قلنا البلدن ايه غهيست الكمبيوتر اللي في الشركة عندك حضرتك Fixed Assets Furniture العفش المكاتب بتاعتك اللاند لو الشركة دي ملكوكو الارض والمبنى يبقى Fixed Assets الماشينري لو اي معدات داخل الشركة دي اي حاجة بتستخدمها في التصنيع بتاع بيبقى ايه برضو Fixed Assets يبقى Fixed Assets كده هي اي حاجة Long Term بتمتلكها الشركة قال لك كمان ايه Which subject to depreciation and impairment بتتعرض لحاكتين اهلاك وادمحلال هنشرحهم دلوقتي حالة يبقى انا عندي Fixed Assets دي عبر عن ايه اشوف كده في شركتي لقيت في مكاتب اه المكاتب دي يتعتبر من Furniture يبقى بتخش في Fixed Assets اجهزة الكمبيوترات اللي هرأيكم بتشتغلوا عليها اه بتخش في Fixed Assets اللاند الارض اللي احنا بنين عليها الشركة اه بتخش ده من Fixed Assets المبنى بتاع الشركة ذات نفسه بيخش ده من Fixed Assets لو عندنا لو احنا في مصنع وعندنا آلات ومعدات بتخش ده من Fixed Assets يبقى كل الحاجات دي قال لك هي عبر عن ايه expected to be used for more than a year يعني انا متوقع استخدمها لأكتر من سنة عشان كده لازم اعمل لها حاجتين depreciation وimperiment وانا اخدهم الاثنين كمان شوية يبقى احنا كده عرفنا ايه هو Fixed Assets او Tangible Assets تمام طب قال لك انا لما باشتريها بسجلها بايه قال لك بسجلها بالHistorycal Cost زيها زي الـ Inventory بالظهر يبقى انا لما باشتريها منبرة بسجلها بايه بالHistorycal Cost ايه هو الHistorycal Cost يا شباب قال لك الHistorycal Cost هو عبر عن ايه All Cost Incared كل المصاريف اللي حرارتك بتدفعها to bring the machine عشان تجيب المشين دي to existent location للمكان بتاعها and be ready to use مش بس كده وعشان تشغلها يعني لو احنا روحنا جبنا اقلة منبرة بندفع ايه يا شباب دفعنا بورشيز برايس يعني السعر بتاعها الراجل ادينا discount هنخصمه من سعرها دفعنا مصاريف نقل fried in fried in يعني مصاريف نقل تمام؟ بندخلوا ضمن التكلفة بتاعت المشين طب دفعنا ايه؟ handling, assembling and testing يعني ايه؟ ناس جات شلت المكانة دي من العرابيات نزلتها وركبتها وجربتها آه بيدخلوا ضمن التكاليف كل ده بيدخلوا ضمن الHistorycal Cost يبقى انا لو جيت كده في sheet excel وقلت لو انا مثلا جبت ماشين مثلا تمام الماشين الـ price مليون جنيه تمام؟ طب الراجل مديني discount 20 ألف جنيه حلو بعد كده رحتنا دفع fried in مصاريف نقل أو fried مصاريف نقل 10,000 جنيه عشان نقلها من مكانها لحد المصنع عندي طب جبتي ناس شلوها عملو لها handling شلو المكانة من العربيات وعملو لها assembling ابتدوا يركبوها وتستنج شغلوها وجربوه الناس دي خدت مني 5000 جنيه عمدت هبتدي اخطهم ايه؟ اخطهم طبعا اخطهم معايا 5000 جنيه اخطهم معايا يبقى الHistorycal Cost بتاعت الماشين بكام؟ الHistorycal Cost كل ده هقول السعر ناقص الدسجونت اللي انا اخدته زائد المصاريف الشح زائد مصاريف التركيب والتحجمية والتجربه يبقى الFixed Assets هتظهر عندي بكام؟ في الما في الكود يبقى الكودكار هيبقى كلاقاتي هتظهر ب995,000 هيبقى قول ايه؟ هقول debit وCredit صح؟ من حساب الProperty Plant and Equipment اللي هو حساب Fixed Assets خاص بالTangible Assets بالاصول الملموسة لان دي تانجبل لانها ملموسة بكام؟ بتسعة؟ سعمائة ألف خمسة وتسعين Credit A Cash أو Account Babel بنفس المبلغ طب واحد يقول لي ليه Cash أو Account Babel؟ لو انا امتى يبقى كاش سريء؟ وامتى يبقى Account Babel؟ والله لو انا دفعتنا نقدان يبقى كاش ما دفعتلوش يبقى هو لا عندي فلوس يبقى Account Babel يبقى كده هو يبقى احنا عرفنا بنسجل ايه؟ ازاي؟ لما بشتري أي Fixed Assets أي Fixed Tangible Assets تمام؟ نكبر برضه عشان ما فيش حد ايه شايفها؟ نكبرها اوه بقول ايه؟ بقول السعر اللي انا اشتريت بيه اناقص منه الدسكاونت ازود عليه مصاريف الشحر ازود عليه مصاريف التركيب والتجميع والتجربة يديني ايه؟ ده اللي بعمل بالكوب بتاني طب يبقى انا كده عرفت اللي انا عندي حاجة اسمها Fixed Tangible Assets او اصول ثابتة ملموسة عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن اجهزة الكموتر اللي في الشركة بتاعتك المبنى بتاع الشركة الارض اللي ببنت عليها الشركة ايه تاني يا شباب؟ قلنا ايه تاني؟ الماشين ايه آلات ومعدات ايه فرنيتشر المكاتب بتاع حركه كل الكلام ده Fixed Assets يبقى اي حاجة tangible Subject to Depreciation بتتعرض للإهلاك والإدمحلال اللي هو المحلال بسميه Fixed Assets تمام؟ بسجلها ازاي بالهيستوريكال كورس وفهمنا ازاي الهيستوريكال كورس كده النقطة ايه؟ اول نقطة ايه؟ او اول نقطة ايه؟ او اول نقطة نخلص بكل بسيطة واحد بقى يقول لي ايه؟ اه انتا قلتلي ان البيبي اي او البروبرتي بلانت اند اكويبمنت اللي هما Fixed Tangible Assets لازم يتعمل لهم حاجتين Depreciation وإمبيرمنت إهلاك وإدمحلال انا معرفش انا منطق المحلال دي بالعرب صح او لا بس هي اصلا ترجمتها يعني هاشرحالكو دلوقت هاشرحالكو شرح تفصيل ان شاء الله فهنا بيقول لك لو انت عندك بيبي ايه؟ لازم تحمل لها Depreciation وإمبيرمنت عشان توصل لحاجة اسمها Book Value او Carrying Amount اللي بتسجلها اللي بتظهر بيها في البالانشيت يعني ايه الكلام ده؟ يعني الالات دي في البالانشيت بتظهر بحاجة اسمها ايه؟ بتظهر بحاجة اسمها Book Value أو Carrying Amount فانا دلوقتي مسجلة هنا بالHistoric Coast الHistoric Coast بتاعها بكام؟ بتسعة.. بتسعة.. بتسعمائة ألف بتسعمائة ألف بتسعمائة.. خمسة وتسعين ألف تمام؟ طب تسعمائة خمسة وتسعين ألف جنيه لازم اعترح منه مصروف الاهلاك المتكامل اللي انا الاهلاك سوري المجمع أو Accumulated Depreciation لو سيه مسلا قمنا Accumulated Depreciation كان الميت ألفة مسلا سيه مسلا وهطرح منه حاجة اسمها L-Empairment Loss سيه مسلا الخمسين ألف يبقى هي هتزهر بكام في البالانشيت أخر السنة في الميزانية بالبوك فاليو أو ما يسمى بالCaring Amount اللي هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن اللي انت عملت بالكد نقص الاهلاك المجمع نقص أهي بقى هي هتزهر لي كده في البالانشيت هتزهر لي بقد إيه؟ بـ 845 ألف طب السؤال هنا بقى إزاي يحسب الاهلاك المجمع ده؟ وإزاي يحسب الـ هو ده اللي هنتكلم فيه؟ يبقى أنا عرفت إزاي أنا بحسب الـ الـ كل المصاريف اللي دفعتها عشان تجيب المشين لغاية الـ طب هو ده هيزهر في الميزانية كده؟ قالك لا، هتزهر في الميزانية بحاجة اسمها Book Value أو Carrying Amount اللي هي إيه؟ اللي هو عبارة عن الـ عشان منه الإيلاك المجمع وعشان منه الـ طب أنا بقى السؤالة عندي هنا لغاية دلوقتي أنت بتتفرج المفروض فاهم كل حاجة مع هذا طريقة حساب اللي اتنين دولي هشرحهم حالي في الـ سلايدس الجاي فأنا هنا بقول لك ايه؟ أول حاجة هبتدي بها الـ عايز أعرف يعني ايه الـ وبحسبه ازاي؟ وإيه هي الطرق اللي بحسبه بها؟ قالك الـ الـ Is allocation of depreciable base of the assets on its useful life يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ باوزع الحاجة اسمها depreciable base أو تقيمة القبلة للإهلاق على العمر اللي افتراضي بتاع المجأة يعني ايه الكلام ده؟ أنا قرأت وطرجمت الترجمة بتاعت الكلام ده بيقول لك اللي أنت بتوزع التكلفه القابلة للإهلاك على العمر اللي افتراضي بتاع المجأة يعني ايه الكلام ده؟ طب تعالوا كده نشوف ايه مع بعضنا يعني ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي عندي المكنة انا جايبها بكام؟ لو انا جايب المكنة اللي يشترك الكوست بتاعتها اها عندي خلاص بالرقم ده تسعة تلاف تسع سوري تسعمائة ألف خمسة وتسعين ايه تسعمائة خمسة وتسعين ألف طبعا ده كده كنت المكنة عندي في الدفاتر تمام؟ طبعا بقول ايه؟ بقول والله انا متوقع المكنة دي ابيعها بعد ما ينتهي عمرها ابيعها بمئة ألف فبسميه استماتد ريزيديوال فاليو او ده انا بقول هو عبارة عن ايه؟ سعرها وهي خوردة انا متوقع اول ما انهي ما خلاصة يعني يعني عمرها اللي افتراضي يخلص؟ سوريا شباب انا بقول اول ما عمرها اللي افتراضي يخلص هروح ابيعها بمئة ألف طبعا يبقى انا عندي الهيستريكالكوست بتاعها بكام؟ بتسعمائة خمسة وتسعين ألف وانا متوقع انا اول ما او العمر اللي افتراضي بتاعها هيخلص هبيعها بإيه؟ بمئة ألف مش مليون دي معناش شباب مئة ألف طب يبقى انا كده القيمة القابلة للإهلاك بالنسبة لي قد ايه؟ او القيمة القابلة للإهلاك هي عبارة عن ايه؟ اللي هيستريكالكوست ناقص الريزيد والفاليو يبقى انا هستهلك منها 895 ألف جنيه طب بقولي اليوسف اللايف او العمر اللي افتراضي بتاع المكانة دي قد ايه؟ سيه مثلا خمس سنين يبقى انا هوزع الدبريشيبول بيس دي او القيمة القابلة للإهلاك على العمر اللي افتراضي بتاعها تاني الدبريشيشن هنا بيقولك ايه؟ بيقولك انت بتوزع القيمة القابلة للإهلاك على العمر اللي افتراضي بتاعتها انا دلوقتي عايز اعرف ايه هي القيمة القابلة للإهلاك او للإهلاك بقول انا المكانة انا جايبها 995 ألف حسبتهم منين يعمل حج 995 ألف اهو سعر المكانة بمليون جنيه انا خدت دسكاونت 20 ألف جنيه دفعت فرايت 10 تلف جنيه دفعت تجميع وتركيب وتشغيل 5 تلف جنيه بقى سعرها واقف عليها دلوقتي الكام ب995 ألف جنيه اهو انا متوقع بعد خمس سنين او بعد اليوسف اللايف بتاعها اروح ابيعها بمئة ألف فانا كده هستهلك منها قد ايه؟ هستهلك منها 995 ألف ناقص ايه المئة ألف يبقى القيمة القابلة للاستهلاك ايه او الـ دبريشيبول بيس 895 ألف هوزعها على عمرها الافتراضي لخمس سنين باستخدام باقي طرق كتير اول طريقة وهناخدهم واحدة واحدة دلوقتي اول طريقة اسمها تاني طريقة اسمها الـ تالت طريقة اسمها الـ تالت طريقة اسمها الـ رابع طريقة اسمها الـ يبقى انا كده عرفة يعني ايه اهلاك؟ بوزع القيمة القابلة للاهلاك بتاعة المكانة على عمرها الافتراضي احسب القيمة القابلة للاهلاك ازاي؟ الـ نقص الـ او الـ الـ يعني الـ هي هي الـ بس ايه؟ فيه ناس بتقول عليها كده وفيه ناس بتقول عليها كده براحكم يبقى الـ يبقى الـ طب الـ يبقى الـ يبقى الـ او القيمة القابلة للاهلاك اللي هاوزع على العمر الافتراضي هي اللي هي الـ الـ تعالوا بقى نشوف ازاي هنوزع باستخدام ايه؟ الطرق دي بس هنشوف مثال كبير بقى مرة واحدة مع بعضين نبتدي بقى في المثال الطويل وقل له ركز معي المثال بيقول لك يهو المثال ده مكتبصينه من سيم ايه بورد 1 تمام؟ المثال ده بيقول لك ان فيه شركة اسمها ايكس شركة ايكس ما يمكش اسم الشركة عشان حتى لما تيجي تمتحم بعد كده امتحان في سيم ايه او حاجة زكا تلاقي مثلا اسمها جهاوك انا مش عارفة انت الاسم جهاوك كامبني انا ما يمينيش شركة ايكس مش هيفرق معاك قل لك الشركة دي عايزة تشتري ريبوت عشان تستخدمه في الايه في حملية الصناعة بتاعتها يعني تخلي ريبورد او ريبوت بيصنع لها الحاجة تجيب انسان قالي كده وهو اللي يصنع لها الحاجة طبعا وتبقى الصناعة عندها فولي اوتوماتي تقولها اوتوماتيك طبعا قالك البرشيز برايس او سعر اللي هي هتشتري بيه الريبورد ده تمنمية وخمسين الف طبعا وهتدفع قالك الشركة اللي اسمها جهاوك دي هتدفع مية وخمسين الف جنيه تركيب وتشغيل يعني ايا هتجيب الجهاز هيجي في كارتونا كده مش متجمع ومش متركب هيتجيبه بكان بثممية وخمسين الف جنيه وهتروح تدفع عليه مية وخمسين الف جنيه لواحد فني كده عشان يبتدي يركبهولها ويجربهولها طبعا قالك زا كان بنستميت زا الريبوت يعني الشركة دي بتقولك ان العمر اللي افتراضي بتاع الريبوت ده او الريبوت ده خمس سنين تمام يعني بعد الخمس سنين هتبيعه بمية الف هي متوقعة اللي هي ببيعه بمية الف فانا هنا عندي ثلاث حاجات عندي السعر اللي هي دفعته عندي التكلفة الإضافية اللي هي دفعتها كتركيب وتجميع وعندي الايه السالفتج فاليو او القيمة اللي هي متوقعة ببيع بها المنتج بعد ما عمره اللي افتراضي ما يخص بص بقا هنعمل ايه قالك البورشيز برايس بتاعك بثممية وخمسين الف هزود عليه مية وخمسين الف مصاريف تركيب وتجميع يبقى الهيستوريكالكوست كاما عندي بمليون يبقى انا هروح اعمل الكود ازاي هروح اقول من حساب البي بي ايه بمليون الى حساب ايه الكاش او الاكاونت بي بول بمليون انا عايز احسب القيمة القابلة للإهلاك هروح مقلل منها ايه الاستميتد سالفاج جيباليو اللي هي الميتة الف يبقى انا دلوقتي المفروض هههلك قد ايه من الماشين دي تسعمائة الف جنيه الديبريشيبول بيز او القيمة القابلة للإليك تسعمائة الف جنيه دي المفروض اهروح اوزعها ايه على خمس سنين باستخدامة ايه طريقة من الطرق اللي انا قلتلكو عليها دي ستريت لين يونتس او او بوت دابل ديكلينين سم او ييرز يبقى انا كده دلوقتي المفروض اللي انا هعمل ايه هبتدي اقول لكو او اوليكو ازاي بنوزع بنحسب الاهلاك السنوي بتاع الاصل ده اللي هو دلوقتي الهيستيريكالكوست بتاعه بمليون جنيه والديبريشيبول بيز بتاعه بتسعمائة الف ازاي بنحسب له اهلاك سنين وازاي الاهلاك ده بيظهر في المزانين تمام طبع نبتدي مع بعض كده واحدة واحدة اول حاجة طريقة الستريت لاين ميسوت بيقولك في طريقة الستريت لاين ميسوت انا عندي اليس في اللايف بتاعه الماشين قد ايه خمس سنين يير وان يير تو يير سري يير فور يير فان خمس سنين طبعا اللى LE dei بريشيبول بيز او الكيمة الكابلة ليهلاك تسعمائة الف ما بتتغيرش تسعمائة الف تسعمائة الف تسعمائة الف تسعمائة الف تسعمائة الف تمام؟ هنا اللي استمتد يوصف اللايف اللي هم لخمس سنين طبعا طعا انا اخدها في شيت على جنبه بره انا حسابها حساب انا عندي دلوقتي يا شباب اللي يوصف اللايف أو number of years خمس سنين صح كده انا عايزة عارف كل سنة هيبقى فيه قد ايه مصروف اهلاك ده السؤال انا دلوقتي عايزة عامل الليلة دي كلها عشان عارف مصروف الاهلاك السنوي عامل ازا قد ايه وهعمل بكت قد ايه انا عندي كيمة قابلة للاهلاك قد ايه الـ depreciable base قالك قد ايه قالك 900 ألف 900 ألف كل سنة طبعا حلو ده حلو انا دلوقتي عايزة عارف انا الاهلاك السنوي بتاع قد ايه قالك انت بتتبع طريقة ايه بتتبع طريقة الـ straight line الـ straight line بتقولك الاهلاك ثابت يعني انت بتعمل ايه بتعمل اهلاك للمشين كل سنة بنفس المبلغ يعني انا عندي الوقت المشين دي قد ايه المشين دي 900 ألف صح؟ كمتها 900 ألف الكمة الاهلاكية بتاعتها 900 ألف انا هتطعب معي قدي خمس سين خمس سين على يبقى في السنة انا هاستهلك 180 ألف جنيه يبقى تستخدم ايه هتشوف انت عندك depreciable base قد ايه هتقسمها على اليوسفل على اليوسفل لايف بتاعك يبقى انا الـ depreciable base بتاعتي اهو نعملها تاني 900 ألف اليوسفل لايف دي كده الـ depreciable base ايه اول كمال قبل الاهلاك 900 ألف وعرفتو جبناها ازاي اليوسفل لايف خمس سلاف يبقى انا دلوقتي عندي مصروف اهلاك سنوي قد ايه depression expense قد ايه ده على ده يبقى بـ 180 ألف في السنة انا كل ايه كل سنة هعمل ايه هعمل القد قد قاتي كل سنة هعمل القد ده debit credit هقول من حساب depreciation expense بـ 180 الى حساب accumulated depreciation بـ 180 ده ده قد الايه السنة ولا هيتعامل طب الـ depreciation expense ده 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 حسب قيم الدخل income statement ده هيت هيروح للـ income statement يبقى ده حسب قيم الدخل الـ Accumulated depreciation ده حسب ايه balance sheet هختصرها بـ bs balance sheet فـ Accumulated depreciation ده هيروح يعمل ايه بصوا بقى يا شباب هيروح يعمل ايه دلوقتي انا عندي المشين الـ historical cost بتاعتها بكام بمليون جنيه صح؟ انا الوقتي واقف في الـ balance sheet انا الوقتي هو في الـ balance sheet يوم 31 في السنة يوم وعد و 30 اخر السنة وعد و 30-12 هون هقول انا عندي المشين الـ historical cost او الـ BBE دي بمليون جنيه سميها الـ BBE واحد اقول لي بمليون جنيه ليه؟ بالـ historical cost مشان اعمل القب بالـ historical cost المليون جنيه اه طيب هشيل من المليون جنيه دول ايه؟ accumulated depreciation هشيل من المليون جنيه دول ايه؟ accumulated depreciation 180,000 يبقى الـ carrying amount بتاعت المشين ده فين؟ بكام دلوقتي؟ ده ناقص ده بـ 820,000 جنيه اهي بص 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 اللي حصل ايه؟ ادي الـ depreciable bill ودي الـ depreciation expense اللي انا حسابته قلت من حساب الـ depreciation expense لحساب accumulated depreciation شفتوا الـ carrying amount اللي هتظهر عندي في نهاية السنة بكام؟ بـ 820,000 جنيه يبقى ده اللي هيحصل بعد السنة الاولى يبقى انا هقول ايه؟ ده كده اللي هيظهر عندي في قائمة الـ balance sheet بعد السنة الاولى طب في الـ income statement في الـ income statement اللي هيظهر عندي مصروف الإهلاك بكام؟ بـ 180 بسيطة يبقى انا هحسب بطريقة الـ depreciation هحسب الـ depreciation expense بالطريقة الحالية بالطريقة اللي انا لسه شرحها دلوقتي هقول انا عندي depreciable bill at date 900,000 يصف الله يبقى 5 سنين يبقى ده على ده يبقى الايهلاك ايه السنوي 180 ده ثابت طريقة الـ depreciation بتقولك انت بتستهلك بنفس القيمة كل سنة طيب اعمل القيد ازاي؟ هيظهر الكوكة القاتية من حساب مصروف الإهلاك لحساب ايه؟ الإهلاك المتراكم او الإهلاك المجمع طب ده حساب ايه؟ income statement راح ظهر عندي في الـ income statement او بتاعت السنة طب depreciation expense ده حساب ايه؟ او accumulated depreciation حساب balance sheet اهو انا مسجل القيد البيبي ايه؟ كنت مسجله بمليون جنيه هقلل منه 180,000 جنيه طب الاهلاك هيظهر ليت بالـ current and mountain mountain 820,000 جنيه طب انا حبيت بس اول واحدة اشرحها لكم فيه الـ saleship بره لكن هنكمل الباقي هنا عادي طب السنة اللي بعدها انا برضو 900,000 انا الإهلاك عندي كم سابق؟ 180 طب 360 دول جميلين انا عندي 180 إهلاك مجمع ما انا هعمل ازاي؟ ما انا السنة التانية هعمل ازاي؟ ده كده year 1 year 2 نفس الكده هيتعامل هو هو؟ هيبقى year 2 نفس الكده طب هيجي في الميزانية بتاعت السنة اللي بعدها 31-12 إهلاك المجمع كان كام؟ كان السنة اللي فاتت بـ 180 زودت على 180 السنة دي يبقى 180 زائب 180 بيساوي 360 360 يبقى أنا دلوقتي الـ carrying amount بقى بـ 640 أو الحساب ده ظهر دلوقتي عندي في الميزانية بـ 640 ألف جنيه بس ليه؟ لأن انا أهلكت سنتين ورى بحد كل سنة بـ 180 يبقى السنتين بـ 360 طب هاجي السنة التالتة نفس الكلام هاهلك قد ايه؟ يبقى أنا كده year 1 year 2 كده خلينا نسمي الميزانية دي مثلاً بتاعت 2000 مثلاً و 10 يبقى الميزانية دي بتاعت 2000 مثلاً و 11 تمام؟ طب وده الـ income statement تحت ايه؟ 2010 طب income statement 2011 نفس الكلام هي هي ما تغيرش فيها حاجة ثبتت فيها مصروف إهلاك بكام؟ بـ 180 ألف نفس الكلام ما أنا ما عملتش حاجة جيدة طب هاجي السنة التالتة هعمل نفس الكلام same scenario السنة التالتة هو مصروف الإهلاك هيبقى سابق add year 3 هاي خلينا ناخدها تحت كده هادي year 3 هاي أنا استغرقتها ايه؟ 180 ألف جنيه طب year 3 اللي هي الفين و كام؟ الفين و كام؟ 2012 صح كده؟ هقول أنا عندي بقى ايه؟ الاهلاك المجمع بقى بكام؟ أنا رميت عليه هو رميت في year 3 عالف مبلغه هو يبقى الاهلاك المجمع بكام؟ 360 أو سوري 180 في ثلاث سنين بقى ثلاثة المشين يظهر عندي برغمية و ستين هم في السنة التالتة الأصل يظهر عندي برغمية و ستين أفضل أعمل كده لغاية لما الأصل يظهر عندي في الدفاتر بمئة ألف المئة ألف دي دي الريزيد والفاليو أهي هي دي هي دي المئة ألف هي اللي هي الريزيد والفاليو هي اللي أنا بقى كنته بعد ما ايه؟ مع عمره خلص أنا متوقع خلاص بعد ما عمره خلص بقى كنته مئة ألف جنيه فهفضل أتبع نفس الطريقة لغاية لما يوصل إلى مئة ألف تعانوا نكمل مع بعض عشان ما أحدش يقول ايه؟ أنا ماكملتش يير فور اهو يير فور اهو نفس القيب أنا ما بعملش عاجة أنا بخب بي بس يير فور نفس القيب طب يير فور دي هنعتبرها سنة كام؟ 2013 الإهلاك المجمع هيزيد؟ اه هيزيد كم بكام؟ احنا كنا مئة وتمانين ألف فاربع سنين يبقى الإهلاك المجمع بسبب ومئة وعشرين يبقى كده الوقت الأصل ده ظهر عندي الوقت في الدفاتر بمئة وتمانين بمئة وتمانين ألف جنيه طب آخر السنة آخر السنة يير فاير نفسي قيد قيد ثابت قيد الإهلاك بطريقة الستريت لاين ثابت ما بيتغيرش نفسك كده هو من حساب الدبروشن إكسبنس لحساب الأكيوموليت الدبروشيشن طب آخر السنة اللي هي هتبقى ألفين واربعتاشر عندي هيظهر عندي الموضوع ده زي في الدفاتر هيظهر عندي هون مئة وتمانين في خمسة أو يبقى أنا استهلكت تسعمائة ألف كلهم بقى لي إيه؟ يبقى قمت الأصل دلوقتي بعد ما بقى خرده بمئة ألف المئة ألف دول بتوع إيه؟ اللي أنا توقعت اللي هيبقى قمت الأصل أصلاً اللي أنا عايز أبيع بها الأصل لما يبقى خرده دي اللي هي الـ Residual Value لو تفتكروا أو الـ Solved Value أهو أهي اللي هي دي إحنا قلنا الـ Solved Value بكام؟ أهي دي الـ Solved Value بمئة ألف طب إحنا هنستهلك قدية هنستهلك تسعمائة ألف لو نبص هنا هنلاقينا مجموع الاستهلاك اللي استهلكناه تسعمائة ألف جنيه والباقي أو الـ Ending Amount مئة ألف اللي أنا قلت إيه؟ هبيع بها الأصل طب نعيد المثال تاني هنا بسرعة يبقى أنا عندي بقول إيه؟ بقول ده طريقة بسيطة جداً بقول أنا عندي مئة وتسعمائة ألف دول الكلمة قبلة للإهلاك هقسمها على إيه؟ على يصف الله هتبديني إيه؟ مصروف الإهلاك السنوي فلو فضلت تقسم ده على ده على ده ده على ده هيدك إيه؟ مصروف الإهلاك السنوي سابق 180 ألف جنيه طب هيزيك كل سنة إيه؟ Accumulated depreciation أو مصروف الإهلاك المجمع أول سنة بـ 180 ثاني سنة يبقى 180 في 2 يبقى 360 ثالث سنة يبقى 180 في 3 540 رابع سنة يبقى 180 في 4 بعض 720 خمس سنة يبقى 180 في خمسة بتسعمائة طب. Accumulated depreciation ده بيروح فين؟ بيروح لإيه؟ لل balance sheet تحسب balance sheet بيروح يقلل من إيه؟ من historical cost لما يروح يقلل من historical cost historical cost كانت بيكام بمليون مليون جبتها منين؟ المليون اهي historical cost هترح من المليون 180 هتديني 820 هترح من 820 180 هتديني 160 640 وهكذا بس كده أول طريقة ايه؟ اشتغلت بيها دي طريقة بسيطة جداً معظم الشركات في الواقع العملي بتستخدمها طب. الطريقة التانية بيسموها مليونة مثل يعني ايه؟ جيناس فكروا وقالك هو أنا هنا بحمل إهلاك سنوي بنفس المبلغ يعني أنا في أول المدة بتاعت المشين أو في أول عمرها حملتها 180 ألف وفي نهاية عمرها حملتها 180 ألف وأنا وأنا في البداية باستخدمها زي ما باستخدمها في النهاية قالك يعني أنا ممكن أكون باستخدمها بهلك المشين في أول سنة ممكن أكون عشان المشين نسة جديدة رحت استهلكتها كتير قوي في أول سنة والسنة التانية استهلاكي لها قل فأنت إزاي بتخلينا حمل مصروف إهلاك إهلاك ثابت وأنا ممكن يكون إهلاكي لها بيقل مع مرور الزمن فمن هنا ظهرت الطريقة التانية اللي هي الـ units of output الطريقة التانية اللي هي الـ units of output قالك إيه؟ قالك هو أنا أحسب الإهلاك كنسبة من الإنتاج يعني إيه؟ يعني أنا هتوقع أن المشين دي تنتجلي خلال الخمس سنين تنتجلي 8000 يونت أنا متوقع اللي المشين دي هتنتجلي في الخمس سنين 8000 يونت حلو طب التمان تلاف يونت دول هقسموا مع الخمس سنين متوقع اللي في أول سنة أنتج 2300 يونت ثاني سنة هنتج 2000 يونت بس ثالث سنة هنتج 1800 يونت رابع سنة هنتج 1220 يونت خمس سنة همتج 700 يونت طب واحد يقول لي طب لغاية دلوقتي إيه اللي حصل إنت حسبتلي قلت توقعت اللي الماشين دي هتنتج لك قدية طول فترة عمرها اللي قال خمس سنين وقسمت الكلام ده على إيه على خمس سنين قال لك هيحسب بقى الإهلاك كنسبة من إيه من الإنتاج يعني إيه الكلام ده طبعا أنا أخدها في اكسل شيف برحصة طب أنا عندي في يور 1 قلت أنا هستهلكها قد إيه هتنتج لك قد إيه في يور 1 يور 1 يور 2 يور 3 يور 4 يور 5 طبعا الأود بت اللي هتخرجولي في كل يور أو الإنتاج اللي هتخرجولي في كل يور أنا متوقع أول سنة تنتجلي ألف و 2300 وتاني سنة متوقع ليها تنتجلي 2000 يونت وتالت سنة متوقع ليها تنتجلي 1800 يونت وربع سنة متوقع 1200 يونت وخمس سنة متوقع 700 يونت يبقى كاتوتا للخمس سنين 8000 يونت طب عايز بقى اقول الاهلاك بتاع كل سنة من المشين هيبقى قد ايه قالك كنسبة وتناسب يعني ايه نسبة وتناسب يعني انت هتشوف انا الوقتي ال2300 يونت اللي هتنتجهم لدول نسبتهم قد ايه من 8000 يونت قالك نسبتهم 29% طب ال2000 يونت اللي هتنتجهم في الساعة التانية نسبتهم قد ايه من 8000 يونت قالك نسبتهم 25% طب وهكذا لغاية لما وصل لإيه لإيه لمية في المية ال1800 يونت نسبتهم قد ايه نسبتهم 23% ال1200 يونت نسبتهم قد ايه ال1200 يونت من 8000 نسبتهم 15% ال700 طب يبقى انا لو جمعت ايه ده كده 100% يبقى انا بجيب ايه البرسنتج البرسنتج انا عندي النسبة دي خلاص جبتها طب بعمل ايه انا عندي البرسنتج بس قد ايه ما تغيرش زي ما هو 900000 او الكيمة القابلة لإيلاك 900000 طب صح كده اخد الyears دي كده احطا هنا number of years 900000 كل سنة يبقى القيمة الاهلاكية 900000 قيمة القابلة لإيلاك 900000 انا عايز اغزهم على خمس سنين طب هاخد بقى ايه هاخد البرسنتج اللي انا حسبتها دي copy paste كده تمام مصروف الاهلاك هيبقى عبارة عن ايه هيبقى عبارة عن 900000 دول مضروبة في نسبة الانتاج بتاع السنة حد فيهم حاجة total المبلغ اللي تم اهلاكه 900000 يعني انا حسبت بهلك الماشين بناء على ايه على شغلها معايا السنة دي الماشين دي اشتغلت معايا السنة دي بنسبة 29% من ايه من الساعة بتاعتها يعني ايه هتنتجلي انا متوقع عليها خلال خمس سنين هتنتجلي 8000 طب اول سنة هتنتجلي ايه هتنتجلي 8000 يونت دول 1800 يبقى ايه اشتغلت معايا بنسبة 29% بقى انا هحمل اهلاك بنسبة 29% من الكمال لقبل الاهلاك كلها تاني سنة 2000 يونت يعني اشتغلت معايا بنسبة 25% يبقى اروح احمل 25% من الكمال لقبل الاهلاك تاني سنة تالت سنة 23% راح احملها رابع سنة 15-15 سنة ايه 19 يبقى انا كود السنة وهيبقى ايه هيبقى كود كالقاتي كود الاهلاك السنة ويبقى كالقاتي حساب الدبريشين اكسبنس اكسبنس وحساب الدبريشيشن ودي الدبيت ودي الكريد تمام طبعا اقول اول سنة ايه انا عندي مصروف ايه لك اول سنة بكام اهو بالمبلغ ده اهو من حساب الدبيت من حساب الدبريشين اكسبنس دبيت لحساب الدبريشيشن ايه كريد بنفس المبلغ دي اول سنة ده الكب بتاع اول سنة الكب بتاع تاني سنة اغير الرقم ده اهو احط الرقم اللي تحتين اهو من حساب مصروف الاهلاك لحساب الاهلاك المجمع تالت سنة احط الرقم اللي تحتين اهو اللي هو ده اهو اللي هو ده رابع سنة يبقى ده year one ده القيود الاهلاك السنوي year two year one year two year three year three برضو هعمل نفس القيد القيد سابت بس الرقم اللي بتغير اهو الرقم اهو انتو عارفين طبعا احنا حسابنا الرقم دي ازاي ادي year three اهو الرقم ده 135 من حساب مصروف الاهلاك لحساب الاهلاك المجمع ب135 اللي هي اللي هي هنا تمام اخر السنة layer year five اهو اهو هقول من حساب ايه من حساب برضو مصروف الاهلاك لحساب مصروف الاهلاك المجمع بايه بالرقم ده بالمبلغ ايه لاخيرة المتابعة تمام طب يبقى هنا ده مصروف الاهلاك بتاع كل سنة اللي هيتحمل اهو طب هروح ارميه على ايه على الاهلاك المجمع طب يبقى الاهلاك المجمع في السنة الاولى هيبقى بكام طب تعالوا كده نحسب الاهلاك المجمع accumulated depreciation السنة الاولى هيبقى بكام هيبقى بالمبلغ ده السنة التانية هيبقى بكام هيبقى بالمبلغ هزود عليه المبلغ ده هقول ده بلص ده السنة اللي بعدها هزود عليه هفضل هزود عليه هزود عليه لغاية لما يوصل لإيه لتسعمائة الف في القاية يبقى ده جنين اهو مصروف الاهلاك ودته على الاهلاك المجمع بعد كده المرة السنة اللي بعدها رميت على الاهلاك المجمع كام 225 ألف يبقى رح ازود ال 225 ألف السنة الثالثة رميت عليه كام 225 أروح ازود عليه 225 السنة اللي بعدها رميت عليه كام 135 أروح ازود عليه 135 آخر سنة رميت عليه كام 78 ألف 750 جنيه أروح ازودهم عليه يبقى 900 ألف لازم الاهلاك المجمع في الاخر يبقى بتسعمائة الف لان انا قيمة اصلا انا اهلكتها كلها يا تسعمائة الف يا دي القمل لقبل الاهلاك ولازم مجموع الاهلاك السنوي يبقى بتسعمائة الف طبعا بره يبقى الرقمات دول لو مش بنفس قيمة يبقى انت عندك حاجة غلق هيزهر ازاي بقى في الميزانية؟ هيزهر كده في الميزانية عادي قادي الهيستريك الكوست كوست بكام بمليون؟ اللي هو هقول عليه البي بي اي بكام بمليون؟ روح تعملت له اهلاك مجمع بعد اصافي من اهلاك المجمع كام؟ سعمائة الف يبقى الكارينج امونت او البوك فاليو بكام؟ بمية الف المية الف اللي هي ايه الريزيدي والفاليو او الصالف جي باليو اهو ده في البلانشيت هتظهر بلانس شيت واحد وثلاثين اتناشر عشرين عشرين مثلا يبقى احنا عارفنا انا بسجل القيب بالهيستريك الكوست بتظهر في البلانشيت بايه؟ بايه بالبوك فاليو؟ طبعا كل سنة انا كل سنة باعمل بالانشيت ده البلانشيت دي خلي بالكم اف ده اند اوف ايه؟ 5 ييرز لكن انا لو عايز اعمل بالانشيت للسنة الاولى اه السنة الاولى عنايا ليك او بالانشيت للسنة الاولى عشان ما فيه كم في السنة الاولى الاكمللت دي برشان في المبلغ ده في السنة الاولى؟ اللي هو امتين؟ 58 الف 750 جنيه تمام؟ يبقى انا دلوقتي البوك فاليو بتاعت السنة الاولى كم؟ اهو ده ناقص ده بكل بساطة يبقى او هيظهر عندي في الميزانية في السنة الاولى كده طب ده كده يير وان يير تو نفس الكلام ادي يير تو بس ايه؟ الاهلاك المجمع في يير تو هيختلف هيبقى بالرقم ده اهو هيبقى البوك فاليو بتاع الايه؟ بتاع الحساب ده مختلف هيبقى 516 250 الف وهكذا تبدل تنزل لغاية الخمساير في الخمساير في يير 5 المفروض يظهر عندك كده ايه؟ بقى في القيمة وفي الميزانية في الايه بالسالف جي باليو اللي هي الميت االف بعد ما اهلك تسعمائة الف منها هلو؟ هلو يبقى الطريقة دي؟ طريقة بسيطة سيمبل بتشوف الدبريشيبول بسكي قد ايه؟ بتقسمها على اليوسف اللايب بتاعته خلاص الموضوع انته اما بقى الطريقة التانية دي قالك لا ما هو ما ينفعش كل سنة اهلكوا بنفس كنتوا بنفس كيمة صوري سابتة بكيمة سابتة لا انا شوفوا هينتج لي قد ايه؟ وهان ايه؟ وهلكوا بالكيمة اللي هينتج لي بيها بعرفنا الطريقة دي ازاي؟ يبقى الطريقة ايه؟ انا حسبتها لكم في اكسل شيب بره لو انتو هتقعدوا مع بعضك وانتو بتذكروا مع نفسكو تعرفوا بتحسبت ازاي هو؟ ادي ايه النسبة اللي احنا حسبناها؟ هيدرب النسبة دي؟ هيدربها فين؟ في المبلغ depreciable base هيدديله الايه؟ او depreciation expense depreciation expense هيجمع عليه depreciation depreciation بنفس السنة الاولى السنة التانية هيجمع عليه depreciation expense هيفضل يجمعه عشان يديره اجمالي depreciation اللي هو لازم في الاخر يبقى تسميه تقبل موضوع بسيط موضوع بسيط عايز بس تركيز لازم accumulating depreciation فاخر السنة يبقى بكام ب 900000 ليه لان انا انا هاهلك كل اللي ههلكهم 900000 ماينفعش يبقى رقم غير 900000 لان انا لو مليون انا ما اهلكتش مليون انا باهلك 900000 ولازم يبقى اجمالي مصروف الالاك اللي متحمل سنوي اجماليه في الخمس سنين 900000 ولازم يبقى كارينج امامون النهاية اللي هي السالفجي باليول 100000 اللي انا ايه متوقع يبقى كنتوا بعد خمس سنين هي ده الكومة اللي هتبقى انا متوقع متوقع 100000 اجبناها منين جبناها منه اهي 100000 اظن الموضوع اللي غايت دلوقتي ان شاء الله يبقى بسير طبعا الطريقة التالتة اللي هي الدبل ديكلاينج قالك بص قالك انت في الطريقة الاولى يا معلم قلتلي مش هينفع انت في الطريقة الاولى قلتلي احنا بنهلك الماشين بايه بمبلغ ثابت اللي هما ال 180000 رحت انتقطتك في الطريقة التالية قلتلك لا ازاي يهلكوا بمبلغ ثابت ال 180000 وأنا باستخدموا كل سنة استخدام مختلف عن السنة اللي بعدها يعني انا استخدمتوا في السنة الاولى اكتر من السنة التانية اكتر من السنة التالت اكتر من السنة فانا ههلكوا طبقا لاستخدام الايه هشوف انا استخدمتوا ينتج لقد ايه الطريقة التالتة قلتلك بص انا اقولك على حاجة حلوة لو انت معاك حاجة لسه جديدة جايبها جديدة طبيعي تبقى شغالة في اول عمرها perfect او 100% او شغالة بطريقة ممتاز فاكيد انت في اول عمرها هتفحتها يعني ايه هتفحتها يعني هتفضل تنتج بيها بقى هتفضل تهلكها كده في اول انتج فالطريقة دي قايت لك ايه قالك مصروف الاهلاق في السنوات الاولى هيبقى عالي جدا ومع مرور الزمن هيقل ليه هيقل لان المكانة هتهلك هتهلك بقى يعني هتبقى قديمة هتقدم تاني طريقة ال double declining او declining balance muscle بتقولك انت لسه جايب الاصل ده جديد فطالما لسه جايب الاصل ده جديد ففي البداية هتطلع عن الاصل هتفضل تهلكه وتجيب اخره مع مرور الوقت هتبتدي تهلك الاصل بايه بصورة قليلة جدا او بايه او اهلاكك ليه هيقل ممكن ترميه اصلا خلاص هيبقى بتدي يمر عليه وقته ويقدمه بتاعه فعشان كده من قبل ما نحسب انتوا شايفين مصروف الاهلاك في اول سنة كم؟ ربعمائة الف بص مع مرور الزمن بيقل بس ايه متين واربعين الف مية واربعين الف تمانية وستين ستة وتمانين الف سوري تسة وتمانين الف ستمية طب واحد يقول لي ايه؟ واحد هو بيذكر يقولك طب ما هنا مصروف الاهلاك أول سنة كمzia متين خمسة وتمانين الف تاني sabot ماتين خمسةวارشين الف تاني سنةолот ماتين واثنين الف ما هو بيقلت بكده بتص بيقله مع مرور الزمن بس بص هنا بيقلي ازاي؟ من ربعمائة الف نزل متين واربعين الف بيقل بطريقة جندة بطريقة مرحوظة لكن هنا بص هنا من ماتين ماتين خمسة وعشرين ماتين واتنين ماتين لكن هنا قل إماتين ويه؟ يعني اللي استهلاك قلب بإيه؟ يعني إنت لو قلت إيه عندك 400 ألف نقص 240 قلب 160 ألف اللي استهلاك مصروف الآلاق فاهمين؟ طب الطريقة دي بتقولك إيه بقى؟ بتقولك أنا باستهلكه مسميه double declining يعني أنا باستهلكه بأضعافه يعني أضعاف اللي استهلاك العادي الاستهلاك العادي اللي هو السيمبل أو اللي ستريت لاين كنت بأعمل إيه؟ في طريقتين أحسب بيها الاستهلاك العادي أول طريقة اللي أنا شرحتها لكل هي 900 ألف أول إحنا لسه مسجلينها فوق أول طريقة اللي هي 900 ألف على اليوسفو الله في الديني 180 في طريقة تانية يقولك إيه؟ يقولك واحد على اليوسفو الله طيب ده على ده دي النسبة اللي انت هتستهلك بيها كل سنة نسبة سابتة 20 في المية لو ضربت العشرين في المية دي في 900 هيديك نفس الناتج 180 ألف يعني تاني تاني كده يبقى أنا عندي طريقتين أحسب بيهم باستخدام الايه؟ 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 أول طريقة أقول ايه؟ 900 على 5 بيساوي 180 السنة تاني طريقة أقول ايه؟ أقول واحد على العمر الانتاجي يبقى 20 في المية أنا كل سنة هستهلك المشين كاما 20 في المية طب اهو خلونا بص نطبق النسبة دي عشان الناس برضو ايه؟ ما تقولش أنا مش فهم سوري النسبة احنا قلنا ايه؟ 20 في المية صح؟ الايه؟ البرسنتج اللي احنا حسبناه وعارفناه نسبة سابتة 20 في المية هي سابتة اهي اضرب يا معلم عشان تجيب الدبريشن اكسبنسا بتاع كل سنة اضرب إلى 20 في المية في التسعمية هيديك 180 نفس الطريقة هي هي مختلفتش اختلفت في طريقة الحساب لكن مختلفتش في النتيجة هي هي طب لين اقولت لك على الطريقة الجديدة دي اللي هي بتعمل واحد على اليوصف اللايف واحد على العمر الانتاجي اللي افتراضي او العمر الافتراضي بتاع المشين عشان اقولك اللي انا هنا في طريقة الستريت لاين كنت بانتجها بايه؟ بعشرين في المية اعرف في طريقة الدبل ديكلين اقولك ايه؟ انت جهب يعني سوري انا هنا كنت بقولي اللي انا بعمل ايه؟ بستهلك 20 في المية كل سنة صح؟ في طريقة الدبل ديكلين اقولك لأ شايف الناس بديه إضربها في اثنين يعني انت كل سنة استهلك 40 في المية هي اللي 40% هي عرفتوا جات منين اللي 40% دي تاني قالك في طريقة الستريت لاين في حاجتين أقدر أحسب بيهم مشروف الإهلاك لإما أحسم برسنتج كده سابتة اللي هي واحدة عليوسفو الله 20% واضرب البرسنتج دي في البرشيبول بيز هيديني مشروف الإهلاك وتسموا مصروف إهلاك سابت ما بيتغيرش في طريقة الستريت لاين يإما تعمل 900 على الخمسة على الخمس سنين هيديك 180 ألف السنة قادي الـ 180 ألف طريقة الدابل دي كلينينج قالك إيه قالك أنت هتستهلك في أول أعمار السنة أو أول أعمار سوريا الماشين أو أول عمر الزمني بتاع الآلة هتستهلك أضعاف ما كنت بتستهلك في طريقة الستريت لاين يعني أنت كنت بتستهلك كل سنة في الستريت لاين 20% لأ في الدابل دي كلينج استهلكها لـ 40% تاني طريقة الدابل دي كلينج بيقولك اللي استهلاك بتاعك هيبقى ضعف استهلاكك في طريقة الستريت لاين يعني إحنا إيه عايزين نعرف استهلاكنا في الستريت لاين كل سنة بكام قالك 20% جبت مننا 20% واحد على اليوصف يبقى أنا في الدابل دي كلينج هستهلك بنسبة قديه ضعف يبقى عشان أحسب النسبة هقول واحد على اليوصف اللي هي الخمسة في اثنين أهو 40% واحد على اليوصف في اثنين يبقى استراجها هيبقى 40% كل سنة يبقى أنا أول سنة أنا أقول إيه بص بقى الطريقة دي مختلفة شوية أقولي الهيستريكال كوست بمليون هبتدي هنا ببجينينج بالانس وإندي بالانس أنا بدأ البجينينج بالانس أنا عندي الماشين بكام بمليون صح؟ طب هستهلك 40% في السنة الأولى يبقى مليون ضرب 40% يدينه 400 ألف ده مصروف إهلاك هعمل بيك كده عادي بكل بساطة زي ما قلت لكم من حساب الدبريشن إكسبنس الحساب الأكيوموليت الدبريشن ب400 ألف طب الاندينج بالانس بقى أو ده اللي هيظهر في البالانس شيت هيه هتظهر في البالانس شيت أنا لأ إما بالبوك فالي لأ إما بالكانينج أماون تلاقي الاندينج بالانس هيبقى أنا دلوقتي الماشين بمليون استهلكت منها 400 ألف يبقى لي 600 ألف هبتدي بيه السنة الجديدة تاني سنة أنا عندي الأصري تعمق بكام؟ ب600 ألف صح جده لا هستهلك منه كام؟ 40% اللي 40% ضرب ب600 ألف ب240 طب يبقى الإلاك المتراكم بكام؟ 240 زائد الربعمية دول 240 زائد الربعمية ب640 طب الاندينج بالانس أقول أنا كانت عندي هي بكام؟ هي ب600 استهلكت منها 240 هيبقى 360 وهكذا تفضل ماشي 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 لغاية لما تيجي آخر سنة في حركة كده بقى بتتعامل يعني أول أربعة سنين بتمشي بنفس النمط شوف الاندينج بالانس أولي حسابات البالانس شيت اللي هو رصيد نهاية المدة بيبقى في السنة اللي بعدها رصيد افتتاحي ال600 دي رصيد نهاية المدة السنة اللي بعدها بقى رصيد افتتاحي الـ 360 رصيد نهاية مدة السنة اللي بعدها رصيد افتتاحي الـ 260 نهاية مدة السنة اللي بعدها رصيد افتتاحي طب طب هاجي في آخر سنة أنا عندي الـ 266 ده رصيد الـ 266 او سوري سوري الـ 200 مية مية 29 و600 ألف ده رصيد نهاية مدة جي منين؟ ده ربط الـ 266 مية 40 في المية اداني قمت الاهلاك بتاع السنة دي هقللها من الرصيد اللي افتتاحي هيديني الـ 219 و600 طب اخر سنة مش هعمل نفس الكلام عشان كده لو بتلاحظوا لو عملت نفس القصة لو جيت جربت دربت الـ 229 في 40 في المية بص هيدوب كم؟ لو جيت دربت الـ 229 600 فيه 40 في المية هيديني 551 840 ألف طب ليه انا حاطت هنا اهلاك 29 و600 ألف حد يقدر يجاوبني؟ ليه انا حاطت 29 و640 ألف مع ان لما حسبت الاهلاك تلاقي بـ 51 ألف اقولك انا ليه؟ انا هنا الرصيد النهائي مية تسعة وعشرين ألف ستمية صح؟ انا المفروض بهلك تسعة وعشرين ألف صح؟ طب بقيلي قد ايه عال تسعة وعشرين ألف دول؟ بقيلي ستسعة وعشرين ألف ستمية بعمل في آخر سنة ايه؟ الكارينج أمونة مينس الانديق بالانس يلي هو بتاعي السالفيدج بالي يبقى انا لما باجي في السنة لقبل الأخيرة بقول ايه عشان تفهمها اكتر فعالوا الدافك اكسر شي قادلوقتي وصلت الاخر سنة وانا اهلاكي اللي فاضل في العمر الماشين 929000 ده اللي فاضل في عمره صح؟ طب فاكرين لما حسبنا هنا اطلعلي كم 51840 لو انا ده الاند ده كرينج اماونت لغاية دلوقتي صح؟ طب لو انا اعتبرت مصروف اهلاكي السنة دي اللي هو اظهرلي هنا 51840 بصه هيظهرلي الاند بكم 700 هيبقى هيظهرلي 77000 760 بدل ما هتبقى 100000 هنا هتبقى 700 هتبقى 77000 760 سورة ازاي؟ حيات كده استهلكتك تكتر من 900000 ما ينفعش انت محدد القيمة الاستهلكات 900000 انت استهلكتك تكتر من 900000 هروح انا عامل ايه؟ عشان ما اعشف الغلط ده هروح اي الف لسنة اللي قبل الاخيرة انا ببقى عندي 129000 وانا عايزة استهلك 900000 بس وخلي عندي 100000 يبقى 100000 ناقص ال 129000 هديني 29600 تمام؟ تاني يبقى انا هاجف الثنة اللي قبل الاخيرة انا باتبع بعد ديكلاينج ابوص ستوب ما تسرحش ما تضربش ده في ده هيديك رقم تاني هتيجي تطرح ده من ده مش هيديك المية الف اللي انت عايزة لا انا اقول ايه؟ انا اقول انا عندي كومت الصال في الجبالي انا عارف اللي هي بعد خمس سنين مفروض تبقى مية الف عن الوقتي مستهلك فاضلي من المشين 129600 بقى انا هستهلك السنة دي ايه؟ 29600 خلصة المسألة اخر طريقة بقى وسهلهم اللي هي sum of years digit قال لك الطريقة دي بسيطة قوي يا جماعة انا عندي depreciation depreciable base 900000 تمام؟ طب انا عندي number of years ايه؟ بقولك بيجمع number of years يعني 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 يبقى هو بيقولك مجموعة السنين 15 بص الطريقة دي بقولك ايه؟ 1 زائد 2 يعني 1 زائد 2 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 طب يبقى هو عنده total هنا قد ايه؟ طب ويقولك ايه؟ انا في السنة الاولى يعني فاضل 5 سنين لسه يبقى يعملها نسبة وتناسب 15 على 5 يدرب الناسبة دي في في الدبرشاب والبيز يدديني يدديني الدبرشاب والبيز يدديني 300 ألف يعني 15 على 5 فالكام يدديني كام 15 على 5 15 على 5 أو 5 أو 5 سرع على 15 33 ألف سوري 33 في المية معلش انا اسف يا جماعي ان انا بتلغبط في الأرقام يبقى 900 في 33 في المية يدوني كام ده في ده 300 ألف اهو اللي هم هو 300 ألف يبقى 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 في الميزانية زالب كام 700 ليه 700 مليون ناقص 300 السنة اللي بعدها نفس الكلام 4 سنين احنا في السنة التانية فاضل كده ايه 4 سنين فاضل السنة التانية والتالتة والربعة والخمس يبقى 4 على 15 اضرب المبلغ ده في اضرب النسبة دي في 900 هيديني 240 240 مجموعة الاهلاك المتجمع بكام و540 طب الـ 460 جد منين هروح منقص بقى الـ 700 ناقص الـ 240 هيديني الـ ending carrying amount وهكذا افضل ماشى خلصة الطلب اني طريقة بتستخدم بقى في الشركات الـ straight line الطريقة الجميلة دي طب يبقى انا كده عرفت ازاي حسب الـ carrying ending amount او carrying amount end year ده بيظهر في الميزانية والـ accumulated depreciation ده بيظهر في الميزانية depreciation expense ده بيظهر في ايه في قائمة الدخل وعرفت بيه يبقى انا بعمل ايه بحسب مصروف الاهلاك بحطه في حساب الاهلاك المجمع بقلل من ايه من الـ ending من كونت الاسد كانت بمليون انا استهلكت السنة دي 180 ألف بقى قمت الاسد بطنمائة وعشرين بسيطة نفس الكلام هنا برضو تعالوا نعيد اول واحدة تاني هنا 900 ألف ده ايه ده الاهلاك ده اللي قمت قبل الاهلاك جبت النسبة بتاعت الانتاج اضرب دف ده هيديني ايه الاهلاك السنوي هحمل الاهلاك السنوي ده في ايه في الاهلاك المجمع خطه في حساب الاهلاك المجمع هقلل المليون نقص الاهلاك السنوي هيديني كام 741 ألف وقصور هكذا تاني واحدة انا عندي ايه مليون جنيه ده ايه قمت الاصل استهلكت 400 ألف يبقى ايه تظهر في الميزانية ب600 ألف دي برضو أنا قمت الاصل عندي بمليون جنيه صح اللي استهلكت 300 ألف يبقى 300 ألف نقص مليون يبقى ايه تظهر في الميزانية بكام ب700 ألف طب كده انا خلصت الاهلاك طولت فيه شوية بس ايه شرحتك تفاصيله طب الريفاليواشن دي أو قعادة تقييم الاصول دي مش موجودة في الجاب بس الIFRS تكلم عليها مش هاعرة دي هشرحها لكو في اكزامبل وهسبكن تتقروها عشان ما طولش وقت المعادرة هشرحها لكو الكلام ده هشرحولكو في اكزامبل واسبكن تتقولو انا الهلك وهي copy paste من الIFRS تعالوا نشرح اهلوقتي في اخر السنة عندي الاصل بعد خمس سنين قمتو مئة ألف دي قمتو البوك فاليو بتاعتم أو كارينج أمونت بعد ما مشلنا منه الاهلاك بمئة ألف زي ما كنا بنشوف هنا اهي ادي بمئة ألف اهي بمئة ألف اهي بمئة ألف اهي خلاص كده كده بمئة ألف تمام؟ طب يبقى كارينج أمونت بمئة ألف طب جي واحد بص في السوق قال لي ايه دا دا المشين بتاعتنا قمتها في السوق بمئة وعشرين ألف جنيه هل انا هفضل مخليها في دفاتري بمئة ألف وهي في السوق بمئة وعشرين ألف قال لك لا هتعلي من ايه من ايمتها هتقول ايه هتقول دابت كريدت دابت ايه البي بي ايه هتزوده بكم بعشرين ألف جنيه كريدت هتقول ايه جين on remeasurement off بي بي ايه هو مكسب من اعادة تقييم الأصول بتاعتي عشرين ألف هتلاقوه في الIFRS بيسميها بدل ما يكتب game from remeasuring هتلاقوه بيسميها ايه surplus هتلاقوه بيسميها ايه surplus اه revaluation surplus يعني هتلاقوه الراجل ده في الIFRS بيقولك بدل game from remeasuring بيقولك revaluation surplus gain from remeasuring revaluation surplus اللي اثنين واحد تاني يبقى عادة تقييم الأصول بيقولك ايه بيقولك لو الماركت فاليو بتاعك قالك ان القيمة بتاعت الأصل دي بمية وعشرين ألف وانت عندك في ده فترك بمية ألف روح علي قومتها بال ايه بالفرق الكلام ده اللي بيقول عليه ايه ده جاب طبعا ده ايه يبقى انا دلوقتي ده هتظهر ايه ده حساب balance sheet وده حساب income state يبقى لو روحت في ميزانية في قيمة دخلة مكتوف دي جي revolution surplus كده ب 20,000 data تفهم منها ايه اللي هو عمل اعادة تقييم للأصل وإيه ولقل الأصل ايه زود الاصل ب 20,000 جميع تمام ده هيروح طبعا ايه هيظهر دلوقتي في الميزانية الحساب بـ 100,000 صح مش هي في الميزانية بـ 100,000 هروح مزودها ايه هروح مزودها 20,000 اللي هو من ايه من revolution اعادة التقييم هيبقى carrying amount بتاعت الجديدة بكام او بكام ب120 ده كده ببساطة موضوع revolution ايه طبعا الكلام ده ايه هاري بيفضل يقول لك ايه انت ايه هو تعريف الاصول السابتة الاصول السابتة يعوار عن كذا بتعمل لها جين ولو لقيت عندك surplus بتعمله ايه revolution surplus ايه ترف بي ايه revolution surplus لو كنت الاسد ارتفع يبقى انا كده عرفت ازاي اسجل المشين بسجلها بالاسترقل وازاي بعمل لها اهلاق بربع طرق الطريقة المستخدمة في الواقع العمل وازاي بعمل لها عدد تقييم بقار ما بين الماركت فاليو او الفير فاليو الفير فاليو والماركت فاليو واحد وبقار ما بين الكارينج امونت لقيت في فلوس فيه ازيادة بحطها ايه بحملها بالعشرين الف ايه اخر حاجة او الحاجة اللي قبل الاخيرة الامبرامنت لص والامبرامنت لص دي يا شباب في عليها كده شوية نوش وشوية كلام وفيه ناس اصلا ما بتعملهاش في الواقع العمل يعني مش اي حد يعمله في الواقع العمل الشطر بس هو اللي يعمله في الواقع العامل. المحاسب الشاطر بس هو اللي عملها في الواقع العامل. الامبرامنت لوس ده معناها ايه؟ شايفين الجدول ده؟ التلاتة ستيبس دول؟ دول لازم اتباعهم عشان اعمل حاجة اسمها امبرامنت لوس او ادمحلول او اقلل منكمة الاصل في ده فتري. أنا دلوقتي لازم شرطين دول او اول شرط و تاني شرط يحصلوا عشان اعمل الامبرامنت لوس تعالوا كده نتكلم على الشرطين دول بالراحة ونشوف ازاي بنحسب امبرامنت لوس قالك يعني سيه مثلا يا شباب انا عندي مكنة مشغل بيها. طب فجأة كده لقيت الفني اللي شغال بالمكنة دخل للمهندس اللي مسؤول على السيانة وبتاع قاله المكنة المطور بتاعها باز ومحتاجة مطور جديد فراح الراجل ده قال له ماشي تعال نجيب لها مطور جديد وراحنا شلنا المطور القديم وجبنا لها المطور الجديد طب 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 فببص في السوق لقيت نزل مكان جديد أحدث من مكاني بكتير فده حدث تاني بيقول لي قلل منكم تنماتك أنا في ده فترك يبقى أي حدث بيحصل بإندكيت اللي فيه بص باللص اللي المكانة بتاعتك ما بقتش زي الأول ما بقتش كمتها زي الأول ما بقتش تسوى زي الأول زي أنت دلوقتي معاك آيفون مثلا 8 نزل عليه آيفون 9 و10 و11 و12 فهل أنت لما تيجي تبيع الآيفون 8 ده هتبيعه بنفس السعر اللي جابته بيه لا ده حدث حصل أهو اللي حصل الحدث اللي حصل ده إيه نزل في السوق مكان جديد آه يبقى لما بيحصل أول حدث ده أي إيفنت أو تشينج في السركمستنس بإندكيت اللي ممكن يحصل خسائر بروح جاري عامل إمبرامنت تسط اللي هو بكورن الكارينج أمون بالسوم أو أندسكاونت الكاشف له يعني إيه الكلام ده هشرحه بس أكد على المعلومة الأولى يبقى أنا دلوقتي وأنا قاعد كمحاسب لقيت في السوق عشان كده بقول لكم مش أي محاسب هيحمل الحكاية دي لأنها محتاجة محاسب شاطر ومتابع السوق محاسب شاطر متابع السوق عارف هو عنده في مصنعه أو في شركته كم آلة أو كم جهاز كمبيوتر أو كم وعارف نوعيتهم إيه فلقى في السوق كده نزلت إعلانات بنزول آلات أحدث من الآلات اللي عندهم فبيجري يعمل الامبرامنت تسط ده يقول والله بص الكارينج أمونت بيقارنه بالسوم أوف أندسكاونت الكاشف لو يعني إيه الكلام ده الكلام ده يعني إيه أنا عندي قمت الأصل في دفاتري بمئة ألف طب الأصل ده بينتج لي مليون منتج المليون منتج ده بيجيب لي كاشف لو قد إيه لقيت اللي المليون منتج دول اللي بينتجولي بيجيب لي خمسين ألف جنيه إيه ده المكناة بمئة ألف وبتطلع لي خمسين ألف بس فده معناها إن المكناة دي لازم أقلل قيمتها في الدفات واحد يقول لي طب ما بتطلع لك مليون منتج أقول له لا ما كانت في الأول بتطلع لي اثنين مليون وثلاثة مليون يا معلم كنت ببيعهم بسعر حلة من كده يعني كانت مثلا بتطلع لي ثلاثة مليون منتج كنت ببيعهم بمئة وخمسين ألف جنيه لكن دلوقتي يبقى بتطلع لي مليون ببيعهم بخمسين ألف جنيه وهي قيمتها في الدفاتر بمئة ألف جنيه يبقى ده ناقص ده بيسوي خمسين ألف جنيه أنا هقول من حساب لازم بخمسين ألف جنيه في الدبت برمي بخمسين ألف جنيه ده. ودي القيود. يبقى اول حاجة بعمل ايه? انا كمحاسب متابع الماركت. الماركت لقيت نزل علي كزا اله. فروحت دخلت كده على قسم الايه? الصيانة. او قسم المسؤولة عن الالات. قلت له احنا عندنا الالة دي. الالة رقم الالة اللي اسمها ايه بي سي. انا عندي يعمل حاجة في دفاتري بمئة الف. هي بتطلع علينا كم منتج? بتطلع علينا يا عام اليونتز. بتطلع علينا عشرين مثلا منتج. عشرين الف منتج. او عشرين الف منتج. ببيعهم بكم? انا كحسابات عارة. ببيعهم بخمسين الف جنيه. البيع. فهنا الالة دي مش بتغطيلي. مش مش جايبة همها. عشان كده الاختباري التاني ده بيسمو ايه? ريكافرابيليتي تيست. اول حاجة لو حصل اي حاجة حصلت اي خبر نزل حسيت اللي هو هيقلل منكم الدفاتري بروح اعمل حاجة اسمها ريكافرابيليتي تيست اللي هو التاني ده. بروح اشوف المشين اللي عندي دي جايبة همها ولا لأ. المشين دي بمئة الف جنيه بتطلع لي خمسين الف جنيه في السنة. مش جايبة همها. اروح اقللها بالخمسين الف جنيه واعمل القويد. هشوف مثال دلوقتي حلم بس تزبط. طب. يبقى انا بعد كده بعمل ايه? باسبط الامبرمنتلوس بقلل. سوري بقى انا غلطت في حاجة هنا. هنا ما بطرحش الايه ده من ده. لأ بشوف انا بقى الفير فاليو بتاعت المشين في الماركت بكام. لقيت ان الفير فاليو بتاعت المشين في الماركت بثمانين الف. انا هزبط امبرمنتلوس بكام? هقول الميت الف ناقص التمانين الف. معلش ناسف على الغلطة اللي فانيه. يبقى اهو عشرين الف عشرين الف. وهنشوف مثال تاني بس اهم حاجة تثبت. فيه مثال اهو. هنحل المثال ده. بس تثبت دي. يبقى انا كمحاسب شاطر. امت اعمل امبرمنت? لما يحصل ايه? اي خبر كده يتدول قدامي. يقولك اللي القمطة الاصري دي هتقل. نزل الالات جديدة عليها. بروح طالع جاري. على ايه? على قسم ايه? الصيانة عندي. او اي قسم مسؤولة عن الالات. اقول له والله الالة دي بتطلح لك كم منتج في السنة. بتطلح لعشرين الف منتج. اقارن العشرين الف منتج ده. شوف انا ببيع المنتج الواحد بكام. سي مثلا بجنيه. يبقى بعشرين الف جنيه. او عشرين الف جنيه. وهي عندي بمئة الف جنيه دي مش جايبة لها امها. فتاني تست ده بسميه recoverability test. لقيتها فعلا not recoverable. يعني ايه not recoverable? لو لقيت carrying amount. اكبر من sum of discounted cash flow. او الفلوس اللي المكنة بتطلعها لك. يبقى ده not recoverable. بتعمل ايه? بتعمل بقى impairment. بتقلل الك carrying amount. بتطرح منها الفير value او كوميتها في السوق. اللي بيطلع لك ده بتعمل بيك كود الاتي. تعال نشوف المثال الجاية. طب. المثال ده بيقول لك في ديسمبر واحد وثلاثين year two machine carrying amount after recognition annual depreciation expense. مية وستين الف. يعني الماشين دي كنت جايبها بمتين الف. اهلكت منها ربعين الف. فبقيت بمية وستين الف. طب. بيقول لك as a result of low demand for the company production. يعني فجأة كده بقى مفيش اقبال على ايه على منتجات الشركة دي. الاقبال او الطلب اقل. فالmanagement بتاعت الشركة او المحاسبين بتاع الشركة. قال لك الكارينج amount بتاعت بتاعت الماشين دي. اللي هي المية وستين الف دول. not recoverable. يعني مش جايبين هموهم. فحقال لك ايه? قال لك المانagement estimate that undiscounted cash flow over the remaining useful of life. مية وخمسين الف. يعني المكنة دي. الكارينج amount بتاعتها بمية وستين الف. بتجيب لكاش مية وخمسين الف. يعني في الباقي من عمرها. الباقي من عمرها. هتطلع لكاش مية وخمسين الف. تاني. هي كام? هي مية وستين الف بنيه? ده المكنة عندي ده فاتري. باقي من عمرها. الباقي من عمرها هتطلع لكاش مية وخمسين الف جنيه. فمش هتبقى جايبة همها. يبقى انا لازم ايه? اعمل ايه? environment test. يبقى انا اللي حصل ايه هو الموقف اللي حصل خليها دماغي تتشغل كده وتعفرت واعيس اعمل environment test. لقيت اللي ايه? في ايه في انت حصل. في قل المنتجات بتاعتي الطلب عليها قل. فروح ترايح سائل. المشين دي فضلها قد ايه? قالك فضلها مسلا سنتين. السنتين دول اللي فضلها هتطلع لي منتجات بمية وخمسين الف. وهي بمية وستين الف. فدي هتبقى ايه? not recoverable. دي هتبقى مش جايبة همها. سوان يا شباب هحط الشاحن بعد يزنكم بتعلقش انا عفوا. عفوا يا شباب رجعتلكم. بهاي المشين في التفاتر بمية وستين الف. الباقي من عمرها هتنتج لي منتجات وهبيعها بمية وخمسين الف. فهنا الركافرابيرتي تستا يعمله هنا هو. مية وستين الف. ناقص مية وخمسين الف. سوري مقارنة بمية وخمسين الف. او ده. كارينج امامونت هنا. اعلى منين من الاندسكاونت الكاشف له او من الفلوس اللي هتجبها لي. الالة دي في باقي عمرها او من متبقي من عمرها. متبقي من عمرها هتجب لي فيه مية وخمسين الف جنيه. وهي واقفة عليها بمية وستين الف لغاية دلوقتي. جم من مية وستين الف متين نقص ربعين الف. اهو. يبقى انا اول حاجة اللي تشينجي في السركمستانس اللي حصل ايه. الطلب على المنتجات بتاعتي قال. عملت الركافرابيرتي تست. عملت. قلت النالة كارينج امامونت بتاعتي بمية وستين الف. ايه هتجب لي. الباقي من عمرها هتجب لي فيه مية وخمسين الف. فنوت ركافرابيرتي تست. طيب. هتعامل مع الكلام ده ازاي. قالك انت الهيستوريكال كوست بتاعك بي كان بمتين الف جميع. هشين منه الاكيوميليات الدبروشن باربعين الف. صح؟ هشين منه الامبريمنت رسل الاربعة وعشرين الف. هتديني كارينج امامونت مية ستة وتلاتين الف. طيب جبت مني ان الاربعة وعشرين الف دول. قالك الماشين الفير فاليو بتاعتها بمية ستة وتلاتين الف. هطرح المية وستين الف نقاس مية ستة وتلاتين الف. يدينا الاربعة وعشرين الف. اللي هالخطوة الثالثة هي. شنحسب الامبريمنت لوس بكم. كارينج امامونت نقاس الفير فاليو. كارينج امامونت انا عندي بمية وستين الف. اهو المية وستين ألف أهو في الفاليو بمية ستة وتلاتين مية ستة وتلاتين ألف أهو سوري يبقى اربعة وعشرين ألف يبقى القلب تظهر اي قلب تظهر عندي في القائم المالية زي ما قلت كده في بداية المحاضرة خالص قلت بتظهر عندي في ايه بالكارينج أمامون سوري ما كنت شرحها في الأول ما عليش نعلم الكارينج أمامون ده برعا ايه يا شباب وهو برعا الأستريكالكوست ناقص الإهلاك المطراكم كمستان زي ما هنا قالك ان الطلب على المنتجات بتاعتنا هتقلب. ومن الاخر كده مفيش حد بيعملها في الواقع العملي لاي الاول. مفيش حد فاضي يتابع السوق ويحسب القيمة بتاعت يشوف اي حدث هيحصل وبعد ما حدث ما يحصل يقارن الفير باليو بالكارينج امامونت محدش بيعمل كده. وبالنسبة لطريقة حسب الاهلاك في الواقع العملي بتستخدم يعني الناس في الواقع العملي يا شباب الشركات بتتعامل مع الاصول السابتة بطريقة ايه رايح دماغك بيحسب الهيستريكالكوست ويحسب الديبريشيشن باستخدام ايه ستريط لايم ميسل ويروح كطارح الهيستريكالكوست يديله بكارينج امامونت وما بياخدش في الاعتبار الامبرامنت لوس الامبرامنت لوس ده لو انت محاسب شاطر قوي اعملها كل لما يحصل حدث بس مش كل سنة الامبرامنت لوس ما بتعملش كل سنة لان واحد هيجي يسنع يقول ما بان مصر محمد ده الفرق ما بين الامبرامنت لوس ما بين الديبريشيشن الديبريشين ده بتعمل سنوي علشان الاتنين بيخفضوا من كنت Romans انا عارف الاتنين بيخفضوا من كنت yok واحد هيتلاقة بطيقول لك ما الاتنين بيخفضوا من كنت اس ايه يا باشا بس بس دي بتتعامل سنوي دي بتتعامل لو حصل حدث قالك انت لازم تعمل الكلام ده طب اخر حاجة في المحاضرة لو انا بقى عايزة بيعه الاصل ده انا خلاص بقى اهلكت وعايزة بيعه طيب تعالوا نبص عليها بمثال عشان نبقى خلصته الكمبني سولد ماشين الكارينج امام بتاعت الماشين دي مئة الف فاكرين الماشين هيب مئة الف خلاص وصلت لمئة الف عندي بعد خمس سنين وعايزة بيعه طيب وهبعها كاش بمئة خمسة وثلاثين الف فهقول من حسابك كاش بمئة خمسة وثلاثين الف تمام ديبت هنا قالك الهيستوريكالكوست بتاعتها سوري بقى المئة الف دي مش خاصة بالإكزامبل ده معلش عشان معدش بس يتلغبط المئة الف ده إكزامبل جديد بيقولك ان الماشين دي الهيستوريكالكوست بتاعتها مئة وتمانين الف حصل لها إهلاك مجمع بتمانين الف يبقى كارينج أمانت بمئة الف أنا عايزة بيعها بقى خلاص قالك أول حاجة هقف الحساب هقول إيه حسابك كاش عندي هايزة بمئة خمسة وتلاتين الف صح؟ طبع حلو أنا عندي إهلاك مجمع بكام؟ بإيه؟ بتمانين الف مش حساب الإهلاك المجمع أصلا في الأصل كريدت أهو الكود فين؟ الكود لا الكود في سوري في اله الكود هنا حساب الإهلاك المجمع أصلا ايه؟ أصلا كريدت لما جاقفله هاقفله في الديبت صح؟ أهو يبقى أنا هقفل في الديبت الأكيوميليشن ديبريشن بتمانين الف طبع هخرج المشين من دفاتري بإيه بالهيستريكالكوست؟ خرج بمئة دفاتري أنا بيعطاها بمئة الف أنا بيعطاها بمئة خمسة وتلاتين الف وهي بمئة الف يبقى أنا كسبت فيها كام؟ خمسة وتلاتين الف بعترف في جين الطريقة دي من السيم إيه؟ أنا بعتبرها ملعبك شوية بصوا بقى الطريقة الأسهل بتاعتي عاملة إزاي أنا؟ أسهل بكتير من السيم إيه؟ يعني لأن أنا أخدي الإجزامبل ده من السيم إيه فهو ملعبك لك شوية أنا بقول إيه؟ أنا بقول الكوكة هتبقى كلقاتي بقول حساب الكاش هيزيب بمئة خمسة وتلاتين الف جنيه والمشين أو البيبي إيه هتخرج من الدفاتر بقامتها الدفترية اللي هي كام؟ مئة ألف جنيه الفرق ما بينه ما يبقى إيه جين بخمسة وتلاتين ألف جنيه مسترقت أسهل إزاي؟ لكن السيم إيه بيقولك إيه قفل الإهلاك إيه قفل الإهلاك المجمع واقفل المشين بقامتها زائد الإهلاك المجمع لا أسهل بكتير ومعالجة محسابية سريمة 100% هتقول حساب الكاش بكام مئة خمسة وتلاتين الف إنت هتاخد الكاش مئة خمسة وتلاتين الف وهتخرج المشين من دفاترك هي من دفاترك بمئة ألف ليه بمئة ألف؟ هي كانت بمئة وتمانين ألف استهلكت منها تمانين ألف فهي الكارينج أمونت بتاعتها دلوقتي في البالانتشيب بمئة ألف تخرجها من دفاترك بمئة ألف الفرق ما بينه ده ده إيه؟ ماكسي طب قالك لو أنت بعتها بتسعين ألف بقى لو أنا بعتها بتسعين ألف بدل من مئة خمسة وتلاتين ألف بعتها بتسعين ألف نفس بكيوت بس هتبقى هنا لوس مكانجين والأرقام هتتغير طب أنا هقول أنا هبيعها بعتها بتسعين ألف جنيه فكاشت تسعين ألف فهي خرجت من دفاتري بمئة ألف يبقى اللوس قد إيه؟ اللوس عشرة ألف جنيه ده كده قيد البيع بس كده احنا اتكلمنا عن اتكلمنا عن اتكلمنا عن من أول ما تبقى لغاية لما بتبقى عارف المحاضرة ممكن تبقى طاولة نوعا ما بس مفيدة جدا جدا بعدها إن شاء الله مش هتحتاج تسأل عن معالجة محاسبية للأصول السابتة أي استفصال يا شباب تواصلوا معي على جروغل واتساب أو تواصلوا معي برايفت عادي في أي وقت يارب ما كنت قولت عليكم يارب تبقى المعاضرة مفيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة